مين هم مش عارف ممكن حليك تقولي لي ولا لا مين هم أشرص محاربينك الله يسمحهم وطبعا كان الله في عونهم لأنهم فشلوا فشلا زريعا وشافوا ما قدروش شافوا أن جهدهم ياه ياه ده أنا في ناس عملوا فيها فصولات غريبة طب اتهزمت يا أستاذة إقبال في أي حرب دخلتها أنا انتصرت في كل الحروب اللي مردت يعني ما مرش عليك شعور الهزيمة ده مر 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 كتير ومرت بحالات من الفشل ومرت بحالات من الإحباط كتيرة وما زلت إلى يومنا هذا أنا أحارب لعلمك وما زلت إلى يومنا هذا أجد الجحود من بعض الزملاء وأجد حاجات عجيبة كده يعني طب ردك إيه على اللي بيحربوكي العمل العمل المستمر والتواجد المستمر والصوت الواضح وتواء هو ده الرد الوحيد ما عنديش رد تاني أن أنا موجودة في الساحة وأن الساحة عايزاني زي ما حضرات جايلي كده النهاردة أنا لا أسعى الساحة تسعى إلي وده يدل على أن أنت صوتك لسه محترم وصوتك لسه مطلوب ترجمة نانسي قنقر